موسيقى السلام عليكم أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العنوين معامل جبرين الصناعية في محافظة حلب تقوم من تحت الأنقاض وتطلق عجلة الإنتاج موسيقى وفد أمريكي نفطي في تهران هذا الأسبوع هل فتحت أبواب الاستثمارات؟ موسيقى وفي النشرة أيضا فقراء الصومال يدفعون ضريبة مكافحة الإرهاب عالميا وتحذيرات أممية من توقف البرامج الإغاثية موسيقى أهلا بكم تجاوز دمار معامل جبرين الصناعية في محافظة حلب السورية نسبة السبعين في المئة داعش التي سيطرت على إزاء كبيرة من المنطقة اعتمدت تدمير المعامل بناء على انتماء أصحابها مناطقيا اليوم تجهد صناعة حلب لإعادة تشغيل ما يمكن من معامل هذه المنطقة رغم ظروف الأزمة رضا الباشا والتفاصيل في مدينة جبرين الصناعية شرق حلب لا داعي للتفكير طويلا للوقوف على طبيعة من مر على هذه المعامل داعش مر من هنا تدمير المعامل كان على هوية صاحب المنشأة لم يسلم أي معمل من الدمار وإن تفاوت حجمه على الرغم من الدمار تنشط بعض خطوط الإنتاج في معامل جبرين الصناعية وإن كانت طاقتها الإنتاجية لا تتجاوز العشرين في المئة مما كانت عليه قبل الحرب نحن رجعنا أغلبية الصلاة لعنى كان قسم كبير مننا مدمر فحاولنا بقدر الاستطاع أن نرمم وفي طبعا أغلبية الآلات موضوع الكهرباء وملكانيك حاولنا نصلح بقدر إمكانيات بسيطة يعني ونرجع نشتغل إمكانيات يعني لا تتجاوز العشرين في المئة عن قبل بعض المعامل هنا لم يتمكن داعش من دخولها عادت بطاقة إنتاجية شبه كاملة لتؤمن حاجات السوق السوري عموما والحلبية خصوصا فيما يتعلق بالنسيج والتبريد الحكومة السورية جهدت لتشغيل بعض المعامل بأي وسيلة متاحة لتضمن تأمين متطلبات السوق خاصة من المواد التي لا يمكن استيرادها من جبهة التماسي القريبة إلى داعش تتنفس جبرين الصناعي الصعداء المعامل التي طالها الدمار بنسب كبيرة وسرقت آلياتها يعود صناعيها للعمل بما توفر من إمكانات تطيح لهم إنتاج ما تيسر إنتاجه في تحدي واضح للحرب والتأكيد بأن إرادة الحياة لا بد أن تعلو فوق صوت الرصاص رضا الباشا من جبرين الصناعية حلب الميادين أعلن نائب محافظ المصرف المركزي الإيراني غلام علي كامياب عن توقيع ثلاث اتفاقيات نقدية ثنائية بين إيران العراق تركيا وروسيا حيث ستجر تبادلات التجارية بين إيران والدول الثلاث بالعملات المحلية وليس بالدولار أو اليورو وكان وفد إيراني برئاسة كامياب زارا سوريا زارا روسيا مؤخرا لمتابعة الخطوات المتخذة لإبرام اتفاق نقدي بين طهران وموسكو الوفد الإيراني أجرى مفاوضات عدة مع الطرف الروسي تمخضت عن عقد الاقتفاقية الثنائية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك أعلن معاون وزير النفط الإيراني عباس شعري أن وفدا أمريكيا نفطيا سيزور العاصمة الإيرانية طهران هذا الأسبوع وفق ما ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء وتهدف زيارة الوفد الأمريكي إلى التعرف على الفرص الاستثمارية النفطية وكيفية التعاون المشترك عبر الشركات النفطية شعري أشار إلى أنه في حال إلغاء العقوبات كليا فأمين المتوقع وجود شركات نفطية أمريكية في إيران وأن لا عوائق أمام المستثمرين الأجانب في مجال البترو كيمويات أعلن مدير هيئة حقول النصرية في العراق كريم ياسر عزم الهيئة على توقيع عقد مع شركة الحفر العراقية لرفع طاقته الإنتاجية من 100 إلى 250 ألف برميل كل يوم عام 2017 رفع الطاقة الإنتاجية في حقول النصرية سيتم في إطار خطة تستهدف حفرة 15 بئرا جديدة في إطار برنامج يشمل حفرة 30 بئرا فيما تتولى إدارة تطوير الحقل شركة بيترناس الماليزية وجايبكس اليابانية حذرت أوصات كردية من انهيار اقتصاد إقليم كردستان بعدما سجل الإقليم تراجع الاستثمارات بنحو 8 مليارات دولار وارتفاع أعضاد العاطلين من العمل إلى 100 ألف شخص فيما أغلقت عدد من الشركات المحلية والأجنبية فروعها مع توقف ألفين مشروع استثماري عن العمل بسبب الوضع الأمني المضطرب الذي تشهده البلاد محمد كريم والتفاصيل من أربيل سنة مضت على الحدث الذي غير وجه العراق عنوانه الحرب على داعش شظاياه اخترقت الجسد الاقتصادي لإقليم كردستان الاستثمار يتراجع بمبلغ 8 مليارات دولار وألفا مشروع متوقف عن العمل حوالي 30 شركة وطنية قامت بإجراءات تصفية الشركة وحوالي 16 شركة أجنبية قامت بغلق فرأيها في إقليم كردستان خطتنا أن نقوم بإعادة الأزمة الاقتصادية وإنهاء الأزمة الاقتصادية وإعادة النهوض الاقتصادي في إقليم كردستان حتى لو كان هناك حرب هي أخطر أزمة تهدد الاقتصاد بالانهيار 100 ألف مواطن باتوا بلا عمل في نسبة هي الأعلى التي يشهدها الإقليم منذ التساع رقعة الأحداث الأمنية في العراق وبرلمان كردستان يرجعه إلى التهديد الأمني الذي لا يبعد سوى بضعة كيلومترات عن حدود الإقليم معارك الحاصلة مع تنظيم الإرهابي داعش ومصاريفها وتبعاتها المالية والاقتصادية على إقليم كردستان ثقيلة جدا لذلك هذا الثقل بالتأكيد أثرت على اقتصاديات الإقليم جملة إصلاحات وخطط وضعت على طاولة حكومة الإقليم يتصدرها مكافحة الفساد وتقليص الصرف بهدف إيقاف الهدر بالمال العام وإصلاح قانون الاستثمار الذي يتيح تقديم تسهيلات أكثر للمستثمر ويرى خبراء اقتصاديون أن وضع نظام مالي يوفر اندماجا اقتصاديا مع بغداد سيكون كفيلا بحظ مكتسبات الإقليم وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المهددة بالزوال محمد كريم أربيل الميادين كشف رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن مساع حثيثة بذلت في الفترة الماضية بين مجلس إدارة غرفة دمشق ومجلس إدارة غرف التجارة الأردنية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي إلا أن الحكومة الأردنية رفضت ذلك وأشار القلاع إلى ضرورة توحيد الجهود في خدمة الاقتصاد السوري بكل قطاعاته معتبرا أن إغلاق معبر نصيب الحدودي سوف يتضرر منه التجار الأردنيون قبل السوريين وقعت فرنسا وقطر صفقة بقيمة سبعة مليارات دولار لشراء أربع وعشرين طائرة مقاتلة من طراز رفال وتتضمن الصفقة حصول قطر على صواريخ جوجو من طراز MBDA وتدريب ستة وثلاثين طيارا قطريا ومائة فني على أيدي خبراء الجيش الفرنسي بعد الهجوم الإرهابي على جامعة جريسا الكينية أوقفت السلطات الأمنية عمل أكثر من خمسة عشرة حوالة مالية وجمدت أرصدة مالية لثمانية وستين شخصا إجراء أثار قلق الشارع الصوملي ومخاوف المراقبين من أن يتوقف عمل المنظمات الإغاثية العاملة هناك والتي تعتمد على الحوالات المالية في إرسال أموالها إلى مقادشو شافع محمد والتفاصيل من الصومال بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية ينفد صبر الحكومة الكينية التي سارعت إلى إغلاغ شركات تحويل الأموال من وإلى الصومال بعد أحداث الهجوم الدامي على جامعة جارسا التي راح ضحيتها 150 كينية أكثر من خمسة عشر حوالة مالية يملكها صوماليون شملها قرار الإغلاق إلى جانب تجميد أرصدة مالية بواقع 68 شخصا قرار كان له أصداء متباينة في الشارع الصومالي ندعو الحكومة الكينية إلى التراجع عن قرارتها بشأن إيقاف عمل الحوالات فنحن أيضا ندفع ضريبة الهجمات الإرهابية وإذا استمر إغلاق هذه الحوالة فسيترتب عليه عكاسات سلبية على حياة الناس الحكومة الكينية لها الحق في إيقاف هذه الأموال التي تهرب لعناصر حركة الشباب لكننا نطالب بالتقيق في الأمر والإفراج عن الحوالات التي لا صلة لها بالإرهاب لكن القلق الأكبر يصيدر على الهيئة العاملة في مجال الإغاثة التي تعمل من كيا مراقبون يرون أن قرار توقيف الحوالات المالية الصومالية يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي ويطيق الخناقة على عمل الهيئات الإنسانية تعليق الحوالات المالية الصومالية يضر بعمل منظمات الإغاثة العاملة في البلاد كما أنه سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي الذي يعتمد أساسا على الأموال المرسلة من الخارج الاقتصاد الصومالي الذي كان يتعافى من آثار الحرب الأهلية المدمرة يضاوله اليوم سيف المنع والتجميد من الدول الغربية والجوار أمر من شأنه أن يوقف جهود المستثمرين للنهوض بالاقتصاد الصومالي بين سيف المنع والتجميد يقف الاقتصاد الصومالي عند مفترق طرق إما النهوض مجددا أو العودة إلى نقضة السفر إجراءات أمنية قاسية يدفع ثمنها المواطن الصومالي البسيط شافع محمد مقدشو المادين تعتزم شركات النفط الصخري الأمريكية رفع المنصات إلى مواقع أعلى انتاجية وفق مقالة محللون في جولدمن ساكس وكانت بيانات شركات خدمات النفط قد أظهرت طباط التراجع في عدد الحفرات النفطية العاملة في الولايات المتحدة ما يشير إلى أن أعمال الحفر تتعافى في ظل تحسن الأسعار وأوضح جولدمن ساكس أن عدد الحفرات الحالي ينبئه بأن انتاج النفط الأمريكي قد يبلغه 185 ألف برميل كل يوم نهاية هذا العام في الخبر الأخير قال وزير العمل اليوناني بانوس اسكورتليس إن الشروط القاسية المفروضة من جانب صندوق النقد الدولي تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي ينقذ بلاده من الإفلاس والتي تنوي سداد الديون المستحقة عليها خلال هذا الشهر وأوضح وزير العمل أن الصندوق يطالب بخفض معاشات التقاعد وبتسريحات جماعية ويعارض خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور علما أن الحكومة اليسرية تتعرض لضغوط داخلية وخارجية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع المقردين الدوليين لتفادي الإفلاس هذا كل ما لدينا من أخبار في الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء موسيقى